فسعر صرف الليرة إلى مزيد من الانهيار كما قلت مقابل الدولار الأمريكي لكن الدولار أصلا أصلا مفقود من الأسواق ومعظم المؤسسات أقفلت أبوابها أو تفتح فقط لساعات معدودة خوفا من ارتفاع أي موجة ارتفاع جديدة طيب فقد سجل انقطاع مفاجئ للخبز هذا من التداعيات وإقفال صيدليات بالجملة وأيضا عجز المستوردين عن تأمين الطلبيات إلى جانب فقدان العديد من الأدوية الأساسية مثلا للقلب وغيرها من الأمراض المزمنة أما دعم الحكومة لبعض المواد الأساسية فيقول لبنانيون لا ينفع في غضون ذلك يستمر تهريب المشتقات النفطية إلى سوريا والقمح والدواء مفقودان رغم أن إجراءات شرائه محددة على سعر ألف وخمسمائة ليرة فقط للدولار الواحد في المقابل دعم ثلاثين صنف غذائي على سعر ثلاثة ألاف ومئتي ليرة أيضا وهو لم يجد نفعا مثلا سار كيلو لحم العجل ارتفع إلى نحو ستين ألف ليرة في لبنان وهذا خير دليل على عدم نجاعته أما الدعم الثالث لبقية الأصناف على سعر ثلاثة ألاف وتسعمائة ليرة فما زالت نتائجه غائبة كليا التجار يضطرون لشراء الدولار من السوق السوداء بأسعار خيالية تخيلوا تخطى بعضها تسعة ألاف ليرة للدولار الواحد هذا الواقع دفع بمعدل التضخم في لبنان بحسب أستاذ الاقتصاد التطبيقي في جامعة جونز هوبكنز ستيف هانكي إلى ثلاثمائة وثلاثة وستين في المئة ما يعني أن لبنان حل في المرتبة الثالثة بعد فنزويلا وزينبوا بوي متقدما على سوريا والسودان وحتى إيران ترجمة نانسي قنع